البركبوينت تحضر بمجموعة هذه المراحل في المرحلة الأولى نحضر فيها أصغر عرض وفي المرحلة الثانية نحضر فيها أكبر عرض نحضر اليماج للأكبر عرض ومن بعد نحضر اليماج للأصغر عرض هذا القيم للأصغر ويد وأكبر ويد لديهم علاقة بالموقع لنا الأشمن أجهزة موجه وانطلاقاً من اليماج للأصغر عرض وهي هذا الماتين نبدأ نزيده 20 كيلو بايت في الصيز لكل صورة ما بين 20 و 1400 لماذا 20 كيلو بايت؟ لأن هذه التراتيجية ستجنري لنا صور كتر و ستحافظ لنا على البندويد كتر نبدأ بمرحلة الأولى هذه نوحة الصورة فيها في العرض 5588 بيكسل وفيها في الطول 3712 بيكسل سنجنري البركبوينت الأولى للأكبر عرض الذي فيه 1400 بيكسل نبدأ بالفايندر فين كان الصور عندي من بعد نقلسي هذه الإيماج عندي في فوتوشوب نشوفوا دابل قياس ديالها اللي هو أوريجينال عدنا 5588 بيكسل في العرض وعيد 3712 بيكسل في الطول نلنصر والإكسبورت المعلومات اللي عدنا هنا هي ريسولوشن فيها الويد 5588 بيكسل والهيط هي 3712 بيكسل من بعد عدنا هذا الفايل سيز يعني الحجم هذا الميل الذي يحل فيه هو 167.8 كيلو بايت سنذهب هنا في العرض 5588 بيكسل سنقوم ب 1400 بيكسل بسبب الهيط سيحدده هو automatic لكي تشكي بشكل من بعد سنذهب ونضع في اكسبورت السؤال المطروح هو كيفاش سنسمي الصور طريقة تسمية image breakpoints اللي سنعتمده الى هنا وكيف ما نسميها باللغة الإنجليزية naming convention سنرى حالك بالنسبة البارلولة سنكون فيها اسمية الصور في المثال ويفرايمينج من بعد سنزيد هذا السوفيكس اللي هو تيري دبل في تيري من بعد العرض الصور في الحالة 1700 وفي الأخر compression لدينا هنا jpg سيكون png webp لحسب البرنامج أشمل compression كي تعمل سنركز على compression jpg سنعود الفوتوشوب وبنسبة السمية سنضع اسمية الصورة اللي هي ويفرايمين من بعد تيري w تيري وعندي 1400 يعني هذه السمية كامل wayframing w 1200 ونصف ونصف ودقينا ودقينا ما شهدنا الإماج دي أنا دي الماكس ويد دي ال 1200 pixel وهي هذه سألنا مع image backpoints اللي هو دي الأكبر عرض اللي في 1200 تابعا سننضغل image باكبوينت تانية دي الأصغر عرض الذي فيها ميتين سنذهب دقينا وسألونس الـ Export وبنسبة للـ Width في الـ 5,568 سألونس الـ Meeting ونـ Export سألونس الـ يطلب مني اسمية ويفريمين نخليها نزيد 1-W-T ومـ Meeting الذي هو الـ Main Width من بعد سألونس الـ وهذه هي الماجد الـ Meeting وهذه هي الأصغر عرض لدينا هنا الصور بجوجة الأصغر وأكبر عرض سألونس الـ Image Breakpoints لما بالـ Minimum وماكسيموم سألونس من أصغر عرض سألونس الـ 20 كيلو بايت لماذا قررنا هنا 20 كيلو بايت لأنه عندما صغر الفرق في حجم الميلة بين الصور عندما نعطيه اقتراحة كتر المتصفح الذي يعني صور كتر وهو المتصفح يأزل الصور الملائمة الزائر وهذا الشيء الذي يجعلنا نحرضه للباندود كتر لأن الصور التي سألونسها ومراهد هذه الـ Main ستكون فيها تقريبا 25.100 كيلو بايت لماذا قلت تقريبا؟ لأنه سنبدأ ونقدره في الـ Export Photoshop سألقى الصورة التي ستكون تقريبا 25.100 ونرى أنها أكتر بشوية مزيان لأن في الغالب لا سألقوها مدبوطة 100% لأن هناك 5.100 كيلو بايت وسألقى 20 كيلو بايت وسألقى أحد الرقم الذي هو قريبا 25.100 يمكن أن يكون كتر منه سألقى في Photoshop سألقى لـ Export سألقى الرقم من المين هنا سألقى 5.100% سألقى في الغالب 5.100% سألقى 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 بـ Export كميتال 400 سألقى بـ Export سألقى 400% سألقى بأن الرقم هنا سيبدل 13.100% 13.100% بعيدة بزافة على 25.100% سألقى بـ Export 550 هناك استيمي لأن نرى شيئا قريبا 25.100% أعطيتني 20.1 كيلو بايتس تهيئة قليلة سألقى هنا وسألقى كميتال 660 الرقم الذي أعطيته هنا 25.4 كيلو بايتس يعني قريبا 25.100% هذا الرقم جيد سألقى بالـ Breakpoint Changer التي هي 660 سألقى سألقى لدي هنا سمير سألقى 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 660 سألقى سألقى وهذه هي الـ Breakpoint 660 التي نرىها بما أن هذا الـ Image Breakpoint 660 فيها 25.4 كيلو بايتس سألقى سألقى بـ Image Breakpoint واحدة أخرى التي فيها 20 كيلو بايتس سألقى سألقى في Photoshop لكي نرى الـ Export والويد الذي سألقى به هو 660 القيمة التي سألقى هنا هي 25.4 سألقى سألقى كميتال سألقى سألقى هنا في الـ Size سألقى 37.7 37.7 قل من 45.4 لماذا 45.4؟ لأن 25.4 سألقى 25.4 سألقى 25.4 هنا القيمة صغيرة سألقى كميتال سألقى 1100 1100 هنا 49.1 فألقى 45.4 سألقى سألقى قيمة سألقى سألقى كميتال سألقى 1040 سألقى 1040 أعطيتني 25.6 لذلك قريبا 25.4 وهذه قيمة جيدة سألقى 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 ومن بعد سألقى 1040 سألقى وهذه هي الصورة 1040 التي سألقى الـ Image Breakpoint 1040 يوجد 50.4 كميتال إذا أريد كميتال سألقى Image Breakpoint سألقى أنه سألقى 20 كيلو بايتس 45.4 إذا ألقى 20 سألقى 65.4 كيلو بايتس وهذا العدد كبير من Image Breakpoint ماكس سألقى أنه سألقى في 1040 لكي لا تفضل وهذه هم كميتال سألقى 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 هذه الصورة التي توجدها Size Original يعني أكبر Dimensions لأنها هي الصورة كاملة سألقى سألقى Fallback سألقى سألقى 1400 سألقى 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 Y Framing هذه سألقى سألقى الصورة Fallback وهذه وعندنا الصور كاملين لذلك Breakpoints التي سألقى متصفحة واحدة على حساب مثل Dimensions and Pixel Density سألقى سألقى رجاء منصف